اهلا وسهلا بكم ابنان وابناتنا طلاب الصف الثالث وحلقى جديدا ان نبرمدكم مدراسة اونلاين الحلقة اللي فالتي كلبنا على اول جزء في الترفعات الكيمائية واخذنا جزء اجني كان اول جزء اللي هو الانحلال الحراري والتاني الاحلال البسيط نهاردة ان شاء الله بازن الله هنكمل الجزء الباقي في الدرس تاعاتكي bungee اللي هو الاحلال المزدوج والاجصادة والاختزال بس قبل ما نخرج على الجزء بتاع الاجصادة والاختزال والاحلال المزدوج حابب اقول لكم على كم سؤال كده بسرعة اللي احنا خلناه لان المفروض ان انا بقى طبق اللي انا خده يجي ليقول لي سؤال ازاي فرق بين هيدروكسيد النحاس وكابريتات النحاس افرق ازاي مستر ما هو الكنين ده ازرق وده ازرق مش عارف افرق اه يبقى لما اسخن الكنين ايه اللي هيحصله افرق بين هيدروكسيد النحاس وكربونات النحاس دي سهل اقوى مستر كربونات النحاس لونها اخدر وهيدروكسيد النحاس لونه ازرق. يبقى عرفة فرق. ولما سخل الكنين هكتب الناتج هنا مع هيدروكسيد النحاس هيطلع لبخار مية ومع كربونات النحاس هيطلع لغاز ثاني وكسيدي الكربون اللي بيعكر ماء الجيل. ايه? مش مفهومة بالراحة واحدة واحدة. عشان خاطر خدوا بالكم ان العلوم الترمي بتاعنا اكن الدرجة بكنين. يعني لازم ان اركز جدا جدا جدا. وجزء التفعات الكيميائية لا يخلو منه امتحان. فلازم انا يكون فهمه مش حافظه. وخاصة ان التفعات الكيميائية جزء بتاع الرموز انا عارف ان الترمي اللي فات سنة تانية. الفات سنة تانية كان جزء التفعات الكيميائية ما اخدناه ش عشان خاطر اعادلنا بسبب الكورونا. فاحنا تعبين شوية في كتابة الرموز. على قد ما تقدر اعمل نفسك كموس كده واكتبه المركب بلونه باسمه برمزه. هيفيدك السنية دي ان شاء الله هتخص سنوية عامة. دخلت علمي دخلت كل الطب هندسة صيدلة علوم تربية كل دولا معهم كيميا. فهتحتاج الرموز لبعد كده مش هنتكلمي سنة بتاع دي بس. فعشان كده حابين احنا نفهمكم. طب اسهل سؤال بيجي في الكيميائية اقول لك ايه? اكتب معضيات الكيميائية. وضح اسر الحرارة. طب ده حفظ. احنا باعزين نفهم. انا لما قلت السؤال ده كسة على الالوان. يبقى معنا كده ايه? ان انا مطلوب مني احفظ ازرق. كربونات النحاس خضراء. كابريتات النحاس زركاء. نطرات السوديوم بيضاء. طب ناتريت السوديوم ابيض مسفر. اكسيد النحاس اسود. الزئبك احمر. احفظهم. بحفظهم زي ما هم. طب ده واحد الالوان. اكنين الغازات. الحلقة اللي فاتت المسطر اللي ما جيه شرعه. قال لك اكسيد الزئبك الاحمر بالحرارة بيديني ايه? تقول زئبك فضي وتساعد غاز الاكسوجين. طب الغاز اللي خرج له الاكسوجين. اكشف عنه ازاي? انه بشازية مشتعلة. الشازية دي تعمل ايه? بتخلي غاز الاكسوجين يزداد اشتعالا وتواهجا. طب المعدل اللي بعد كده او في الجزء بتاع الاحلال البسيط. المسطر قال احط حتة ماغنيسيوم او خرصين مع حمض هادوكوليك بيطلع لي غاز اسمه غاز الهايدروجين. اكشف عنه ازاي? ايوة برضو اكشف عنه بشازية مشتعلة. اوت كابريت. هيعمل ايه غاز الهايدروجين في عوض كابريت هيخلي. هيشتعل بفرقعة. يبقى الغاز اللي خرج غاز الاكسوجين. لاحظت الاكسوجين بيزيد التواهج والشازية. الهايدروجين بيزيد لا مش بيزيد. بيخلي الشازية تشتعل بفرقعة. يبقى انا كده فرقت بين غاز الاكسوجين والهايدروجين عن طريق الشازية مشتعلة. تاني كيف يمكن التفريقة بين غاز الاكسوجين وغاز الهايدروجين? اقول لك غاز الاكسوجين هقرب له شازية مشتعلة. اللي يحصل فيه هيزيد تواهجه الشازية. لان غاز الاكسوجين لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعل. طب غاز الهايدروجين هيعمل ايفو الشازية هيخليها تشتعل بفرقعة. كده فرقتي من الكنين. طب الغاز التالت اللي احنا اخدناه الحلقة اللي فاتت كان غاز ساني اكسيديد كربون. ساني اكسيديد كربون كان قاني معادلة بتاعته. اه المعادلة بتاعته. اللي هي تفاعل من تسخين كربونات النحاس الخضراء. اللي هي سي يو سي او سري ساهمة حرارة. بيدينا سي يو او زائد سي او تو. سي يو او اللي هو اكسيديد النحاس وضلونه اسود. ما بيتغيرش. زائد ساني اكسيديد كربون. وساني اكسيديد كربون يعكر ماء الجريب. انا كده تلات غازات عرفتهم. يبقى لازم ناخد بالي منهم. الاكسوجين والهايدروجين وساني اكسيديد كربون. طب انا هقول لكم على طريقة سهلة. احفظ بها اول تلات. عندي خمسة في اول جزء. احفظ بهم تلاتة سهلين جدا. ايه هما? الهم بتوعون نحاس. هيدروكسيد نحاس. كابريتات نحاس. وكربونات نحاس. بص معي كده. هكتبهم لك سي يو سي او سري. ساهمة حرارة. سي يو اس او فور. ساهمة حرارة. المثلس ده يعني حرارة. وسي يو او اتش باي تو. وساهمة حرارة. التلاتة دولم كلهم نحاس. دي كربونات نحاس. كابريتات نحاس. هيدروكسيد نحاس. بالحرارة. وانت مغمض. اكتب على طول سي يو او. سي يو او. سي يو او. بعد السهم. ودوت راسب لونه اسود. ما نساش. بعد السهم اكتب ايه? سي يو او. سي يو او. سي يو او. زا ده اللي اتفضل. ايه اللي اتفضل يا مستر? خدوا بالكم. بكتب زائد زائد زائد. انا ايه? مش بحفظ كيميا. انا عايز افهم كيميا. ده دخل في التفاعل سي يو. خرج متفاعل سي يو. دولم كم او? تلاتة. خرجت لوحدة. يبقى اتفضل كم او عندما خرجش اكتنين. طب ايه اللي لسه ما خرجش? حرف سي او او تو. يبقى قول له انا مغمض زائد سي او تو. ودوت غاز سانوكسيد الكربون اللي بيعكر ماء الجيل. طب المعادلة اللي تحتها. فهمناها. دخل سي يو. خرج سي يو. ادي واحدة او. كم او دول? اربعة. خدت منهم واحدة. يبقى اللي ما خرجش? ايه 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 ا انا كده ما حافظتش. انا كده فاهم ان لما اجي بقى سخن مركبات النحاس بالحرارة تديني اكسيد نحاس اسود زي ادي اللي يتفضل من المعادل. يبقى انا كده حافظت واحد اتنين تلات معادلات من الخمسة اللي عندي. صعبة? لم هالصعبة. طيب الاحلال البسيط. بيعتمد الاحلال البسيط على تفوالات ايه? ان انا عندي سلسلة اسمها من سلسلة النشاط الكيميائي. اللي كانت تعرفها ايه? ترتيب العناصر الفرزية ترتيبا تنزغيا حسب درجة النشاط. بحفظها عشان خاطر اعرف مين هيحل محل مين. المعدل في الكتاب ماغنيسيوم. باضيفه كابريتات النحاس الزركاء. بيحصل ايه? يختفي لون كابريتات النحاس الزركاء. ويتكون راسب احمر من النحاس. ويتكون لي كربونات ولا كابريتات. انت قلت كابريتات يا مستر ايبقى كابريتات ماغنيسيوم. اركز اللي انا بقوله. ماذا يحدث? وعلل? سهلين. علل اي مركب بس بالحرارة. الاجابة بتاعته بسبب اربع كلمات. لانه ينحل بالحرارة ويعطي. اي معادل? علل عند تسخين اكسيد الزربك الاحمر. يتكون راسب فضي. عند تسخين اكسيد الزربك الاحمر. يقل وزن. سؤالين بمعنى واحد. الاجابة لانه ينحل بالحرارة ويعطي. يعطي ايه? ناتج المعادلة. ايه ناتج المعادلة? اكسيد زربك احمر. اللي هي 2HGO. سهم حرارة يدين 2HGO اللي هو راسب فضي زائد غاز بالاكسوجين. طب قال لوزنه ازاي? ما الاكسوجين ده غاز. هيطلع من الانبوبة في الوزن يحصل له ايه? هيقل. يبقى دولها من اجابة السؤال. يبقى اي سؤال في انحلال بالحرارة? اقول لانه ينحل بالحرارة ويعطي. علل. عند تسخين كابريتات النحاس الزرقاء. يتكون راسب اسود. عند تسخين كربونات النحاس يتكون راسب اسود. عند تسخين هيدروكسيد النحاس يتكون راسب اسود. الاجابة لانه ينحل بالحرارة ويعطي. بتتكلم على مين? على الكربونات? لانها يتكون اكسيد نحاس اسود وتساعد ثلاث اكسيد الكربون. بتكلم على الكابريتات. يتكون اكسيد نحاس اسود وتساعد ثلاث اكسيد الكابريت. بتتكلم على الهايدروكسيد. يبقى يتكون اكسيد نحاس اسود وتساعد بخار الماء. انا ما غيرتش حاجة. ده بتاع المعادلة. طب لو ماذا يحدث عند تسخين هيدروكسديل من حاسل ازرق? هقول له ينحل بالحرارة ويعطي. ده ايه ده نفس الاجابة? بالزبط نفس الاجابة. يا جماعة عايزين نفهم كيميا عشان هي سهلة جدا. اسهل حاجة الكيميا. بس بيقول لك دي كيميا. ليه? لان انت بتفهم? لأ انا بحفظ مش بفهم. فعش كده بنسى بسرعة. فاحنا عايزين نفهم كيميا مش نحفظ. طب النهاردة بقى ان شاء الله هنتكلم في ايه? نتكلم في الجزء التاني في الاحلال. ما نعندي الاحلال نوعين. احلال بسيط واحلال مزدوج. ايه البسيط اخدنا الحلقة الفات? طب مزدوج ايه هو? تفعالات كيميائية يتم فيها. ده نفس التعريف اللي احنا قلناه في الحلال الحراري والاحلال البسيط. ومهم كلهم بيبدأوا بنفس المقدمة. تفعالات الاحلال الحراري. تفعالات كيميائية يتم فيها. تفكيك جزئات بعد المركبات بالحرارة الى مركبات افسط منها او عناصرها الاولية. طب الاحلال المزدوج انا بقوله دلوقتي تعريفوا ايه? تفعالات كيميائية يتم فيها. بيتم فيها ايه? تبادل مزدوج بين شقاية. بين ايه? شقاية. يعني ايه شقاية? يعني هقسم المركب نصين. شقاية مركبين ايونيين. يعني التفاعل بتم المركبات الايونية. ايوة من المركبات الايونية. لتكوين مركبين جديد ايه? مش انا اسمت. طب مثال. هقول لك نطرات فضة. اخد بالك من الاسم نطرات فضة زائد كلوريد سوديوم. هقسم نطراته عن الفضة والكلور عن السوديوم. وهبدل النطرات هزيبها زي ما هي? واخدها مع السوديوم. اسمها نطرات ايه? السوديوم ده كان اسمها نطرات فضة. ما قلنا حصل ايه? اسمنا المركب نصين. بقى اسمها نطرات سوديوم زائد كلوريد فضة. طب ممكن نشوفها? اه بصوا معي. اهي. بالعربي نطرات فضة زائد كلوريد سوديوم. الاحلال المزدوج بقول لك ايه? شقاي مركبين ايونيين. هاسم ده نصين. ايه اللي هيحصل? هيحصل تبادل مزدوج. بدل ما اسمها نطرات فضة هيبقى اسمها ايه? هيبقى اسمها نطرات سوديوم. زي بدل ما اسمه كلوريد سوديوم هيبقى اسمه كلوريد ايه? اسمه كلوريد فضة. يعني احنا عملنا ايه? جيبنا الفضة مكان السوديوم. عملنا تبادل مزدوج. تبادل ايه? مزدوج. اسهل نوع التفاعلات مش محتاج غير اننا اعرف ده نوع ايه? هحل له انا مغمض. تاني نطرات الفضة. زياد كلوريد السوديوم. بقى سن مركب نصين. اسمناها النطرات الوحدة والفضة الوحدة. الكلور الوحدة والسوديوم الوحدة. هبدل مين مكان مين? النطرات فضلة زي ما هي? لكن بدلت الفضة مع السوديوم. والكلور الفضل زي ما هو. بقى اسمها نطرات ايه? اسمها نطرات سوديوم زياد كلوريد فضلة. طب يا مصر همشتجي لنا في العرب. هتجينا بالرموز. عادي جدا. تيجي بالرموز. ايه المشكلة? نكتبها بالرموز. نطرات الفضة رمزها ايه? ايه? اي جي. ان او سري. زياد كلوريد السوديوم. ان ايه? سي ال. ايه اسم المركب نصين? اهو. واهو. اللي على ايه ده هكلمين? سالب. واللي على الشمال موجب. سالب موجب. هبدل مين? شقية مركبين ايونيين. يعني هبدل الموجب ده مكان الموجب ده. بص معايا كده. انا هعمل ايه? هجيب الان ايه مكان ال اي جي. هكتبها ايه? ان ايه? واكمل بقى ان او سري. وهجيب ال اي جي مكان ال ايه? هيبقى اسمها ايه? اي جي سي ال. ودوت راسب ابيض. وما انساش الالوان. تاني اللي حصل. بدلتي مين مع مين? الفضة مع السوديوم. ال اي جي مكان ال اي. بقى اسمها ايه? ايه? ان اي اي اسري زائد ايه جي سيل وده هو تراصب قبل. تبادل مزدوج سهل جدا جدا جدا. طيب التفاعل هو ده بس? لا. ده اسمه ايه? تفاعل تبادل مزدوج بين ملحين. الملح الاولان اللي هو ده والملح التاني اللي هو ده. طيب التاني. تفاعل اسمه تبادل تفاعل التعادل. واخد بالك من الكلمات عشان التفاعل ده سهل وبيه كتير في الامتحان عشان هو سهل. ايه هو التفاعل التعادل? هو تفاعل حمز مع قلوي لتكوين ملح ومية. تفاعل مين مع مين? حمز مع قلوي لتكوين ملح ومية. الحمز اللي عندي اتش سي ال. اخد بالك ان الحمز ده اتكتب في الاحلال البسيط. زائد القلوي اللي عندي هيدروكسيد سوديوم. ان اي او اتش. هقسم مركب نصين. اهو. واهو. ان على ايدنك اللي مين بيبقى شحنته ايه? ايون سالب. والي على الشمال موجة. اللي على المين سالب ولا على الشمال موجة. هبدي مين مكان مين? هجيب الاتش مكان الان ايه? هيبقى الرمز بتاعنا. ان ايه? اهو? سي ال. زائد الاتش هتيجي مكان الان ايه? بقى رمزها ايه? اتش او اتش. اتش او اتش اللي هي مين? ايوة اللي هي المية. اتش تو او. يبقى تفاعل الحمد اهوت مع القلوي اهوت. اداني الملح اللي هو ملح الطعام. زائد المية. يبقى تفاعل التعادل ايه هو? تفاعل حمد مع قلوي يديني ملح و ملح. السؤال بتاعي بقى يا مستر بيجي في الكتاب يقول لي تفاعل حمد مع قلوي. طب انا اصلا نسيت تعريف الحمد وتعريف الملح وتعريف القلوي. الكلام ده اخدناه في قول عدادي ومش عارف افرقه. اعرف ازياد حمد واعرف ازيادة قلوي واعرف ازيادة ملح. سهل او. اي حمد بيبدأ باتش? اي هيدروجين موجب. يبقى اي مركب اوله H يبقى اسمه ايه? اسمه حمد. طيب القلوي. اي مركب اخره OH. اي مركب اخره OH. مركبات عند زوانة في الماء تعطي ايون هيدروكسيد اللي هو الOH السالب. يبقى الحمد اوله ايه? H والقلوي اخره H. طيب الملح مفوش لا H ولا H. طيب بص معي كده. اهو. هكتب. HCl. HNO3. H2CO3. ايه دول? اولهم ايه يا جماعة? اولهم حرف ال H. يبقى انت مغمد المركب ده اسمه ايه? تقول لي اسمه حمد. طيب. N ايه? لسا كدبينه. OH. C U OH by 2. ده اخره ايه? اخره OH. يبقى مركب ده اسمه ايه? اسمه كالوي. طيب الملح اهو. A GNO3. اوله H لا. اخره OH لا. يبقى ده اسمه ايه? اسمه ملح. N A C L. برضه مش اوله H. ومش اخره H. يبقى برضه ملح. C U CO3. اولها H لا. اخرها OH لا. يبقى ده اسمه ايه? اسمه ملح. يبقى الملح. لا بيبدأ بH ولا بينتهي بOH. بدأ بH يبقى اسمه حمد. انتهى بOH يبقى اسمه كالوي. الملح لا بيبدأ بH ولا اخره H. الاحمار عارفينها تحمر وركة عباد الشمس. تبقى القلويات بتزرق وركة عباد الشمس. تبقى الاملاح متعادلة للتأثير. يعني لا بتحمر ولا بتزرق. الكلام ده خدناه اقول اعدادي. احنا بنحتاجه السنة دي. لان بيجيب لك معادلة. بعد ما يجيب لك المعادلة يقول لك ناتج تسخين الملح اللي خرج ايه? طب الملح مين فيهم? انا مش عارف الملح. لا اكده عارفناه. الملح ما فيهوش لا اوله H ولا اخره OH. طب ازاي? بص معايا كده. المعادلة بتاعتك اهو. قلت لسه حالا. NAOH زائد HCL. ادي انا NACL زائد H2O. ناتج تسخين الملح. طب هو فيني الملح. ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. ده اخر OH يبقى ده قلوي. ده اوله H يبقى ده حمد. طب ده لا اوله H ولا اخر OH. يبقى دوت الملح بتاعي. لما سخنه ايه اللي هيحصل? الميا دي هتتبخر. ويتفضل لملح التفعام اللي هو معروف باسمه كلوريد السوديوم. تاني يا جماعة السؤال ده مهم. محتاج ان انا اكون فاكر حاجات سنقول عديدة. اللي هي الاحماض والقلويات والاملاح. لو انا مش فاكرة مش عارف احد. وللاسف يقول لك تفاعل ملح مع ملح. زي دلوقتي. تفاعل نطرات الفضة مع كلوريد السوديوم. ده ملح مع ملح. واخد دلوقتي مسال التاني. تفاعل حمد مع كلوي. اللي هو تفاعل التعادل. انا عارف منين حمد وعارف منين كلوي. ما ل القلوي اخره ايه? او اتش. يبقى بتبضل معادلة. طب ممكن يغير المعادلات في الامتحان. ايه المشكلة? اقول لك تفاعل هادروكسيد. المغنيسيوم مع حمد الكابرتيك. طب هادروكسيد ديت مادة كلوية. وحمد الكابرتيك مادة حمدية. هاديني كابراتات مغنيسيوم ومي. يبقى تفاعل الدني ملح ومي. مفيش اي مشكلة. هادروكسيد كالسيوم مع حمد الكابرتيك. يبقى كابراتات كالسيوم. وبدأ موجودة في الكتاب. زائد مي. تفا الحمد معقد. وهقسم مركب نصيا. سالب موجب سالب موجب. السالب هيفضل زي ما هو. وغير الموجب مع الموجب. يعني يا جماعة. ماهيش. كيميا زي ما بيقولوا. لا دي سهلة جدا. بس انا افهم. طب التفاعل التالت. يبقى كده اخدنا تفاعلين كنف واليحدة المزدود. تفاعل ملح مع ملح. وملح مع حمد. التالت. حمد مع ملح. حمد مع ملح. برضو عندي حمد الهادروكوريك. اتش سي ال. زائد الملح بتاعي. ان اي. تو سي. او سري. اسمه ا ده. سي او سري. خدناها لها الكربونات. وان ايه اسمه سوديم. اسمها ايه? كربونات سوديم زائد حمد الهادروكوريك. هقسم مركب نصيا. سالب وموجب. هقسم ده نصيا. سالب وموجب. هنبدل مين مكان مين? ايوة. هيجي الموجب مكان الموجب. هيبقى الرمز بتاعنا. ان ايه. سي ال. زائد. الاتش هتبقى هنا. اللي هي اتش. سي او سري. بس يا مستر دي اتشي تو عشان الكربونات سنقيه والهادروكوريكوريكوريكوريكوري بقى كنين. فبكتب هنا كنين. الارقام دي اسمها وزن المعادلة. اسمها وزن الايه? المعادلة. يبقى ده كله يريد السلم. ده اسمه ايه? اسمه حمد الكربونيكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريكوريك اول ما هتتكون اوصادي انا فهمها. فانا هكتبها بناء على الفهم يبقى H2CO3. لكن انا برضو عارف ان دوت المركب ده حمض ضعيف بيتفكك لمين والمين? لمية وسانة اكسيد الكربون. يبقى ناتج التفاعل بتاعي هكتب اهو المعادلة بتاعتي بقى كاملة. 2HCl زائد Na2CO3. مين هيجا ما كان مين? قلنا ال Na ما كان ال H اهو بقت NaCl. زائد CO2 زائد اتشي تو. ان دول مجيه هم منين? ان عشان حمد الكربونيك اللي عند اتفاكك لمية وساني اكسيدي الكربون. موجودة في الكتاب بالشكل ده. اللي فوق ده عشان افهمك ايه اللي حصل في التبادل مزدوج. طب. ده كده بالنسبة لتفاعلات التبادل مزدوج. سهلة جدا. طب يا مستر بقى بيجي في الامتحان يقول لي نوع التفاعل. يعني ايه نوع التفاعل? التفاعل دوت احلال بسيط? ولا تفاعل احلال مزدوج ولا انحلال بالحرارة? اعرفهم ازاي? جميل اوي كده. اي مركب بسخانه بالحرارة? اخد بالكلمة مركب. مقولتش مركبين? يعني هيدروكسيد نحاس. كربونات نحاس. نطارات سوديوم. مركب واحد قبل السهم. وعلى السهم فيه مسلس. يعني فيه حرارة. يعني التفاعل دوت مش هيتم الا بالتسخين. يبقى انت مغمض. لما تلقى قبل السهم مركب واحد. وعلى قبل السهم مركب واحد. وفيه على السهم فيه مسلس. يعني تسخين. يبقى التفاعل ده اطنوع ايه? انحلال بالحرارة. اهو. بصوا معي. سي يو. سي او سري. حرارة. اهو. مركب واحد. سي يو. او اتش. باي تو. مركب واحد. تو اتش جي او. مركب واحد. وعلى السهم محرارة. يبقى لما بلقى مركب واحد بس قبل السهم. يبقى التفاعل ده ايه? تقول لي انحلال حراري. صعبة? طب التاني بقى. احلال بسيط. بلقى عنصر. ام جي زد ان. ايه ال. عنصر. 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 كل دولها معناصر. زائد المركب. سي يو. اس او فور. تو اتش سي ال. سي اتش سي ال. وهنا اتنين. ايه ده? عنصر. وده مركب. طب هنا كان مركب واحد بس. يبقى التفاعل ده اسمه ايه? تقول لي احلال بسيط. طب المزدوج لسه كان بينه. بلقى قبل السه اهو. ارجع للمعادلة. بلقى مركبين اتنين. مركب ومركب. امال ده? ده عنصر. في فرق بين العنصر والمركب. بوصف تاني معايا كده اهو. ام جي ده عنصر واحد. لكن اتش سي ال مركب. يبقى في الاحلال البسيط بيحل عنصر محل عنصر. في الاحلال مزدوج بفعل مركب مع مركب. كده يبقى احنا خلصنا من الاول جزء اللي هو التفاعلات الكيميائية اللي احنا بنتكلم فيها بالتلات انواع. احلال بسيط احلال مزدوج والتالت اللي هو كان اول نوع اللي هو اسمه الاحلال الحريب. اخر جزء في الدرس اللي هو الاكسادة والاختزال. الاكسادة والاختزال عندي بيبقى عايز في الامتحان بيجيب لي معادلة وعايز من اللي حصل له اكسادة من اللي حصل له اختزال من العامل مؤكسد من العامل مختزل. طب عرفهم ازاي? يعني ايه اكسادة? يعني اختزال? يعني عامل مؤكسد يعني ايه مختزل? حبيبي دلوقتي انا مش حافظ التعريفات. انا نسيت التعريفات. فاكرهم بس لما دخلت الامتحان مش مركز مش عارفهم. بس طالب مني في المعادلة من العامل مؤكسد من العامل مختزل من اللي حصان لو اكسدا من اللي حصان لو اختزال. اعرفها ازاي? الاول اللي حصان لو اختزال لها مفهومين. مفهوم تقليدي اللي هو اكسدا يعني المادة التاحية بالاكسوجين. والمفهوم الحديث اللي هو فقد الالكترونات او اكتساب الالكترونات. هنبدأ باول نوع اللي هو المفهوم التقليدي. تاني جات للمعادلة وعاز يعرف مين العامل مؤكسد من العامل مختزل من اللي حصان لو اكسدا من اللي له اختزان. اعرفوا ازاي? اهو المعادلة بتاعتنا سي يو او. ده اسمه ايه ده? ايوة الناس اللي صحية معايا. اسمه اكسيد نحاس. قلنا ده لونه ايه? لونه اسو. زائد اتش تو اللي هو مين? اللي هو الهايدروجين. ها? سه. عالسهم حرارة. ايه ده? هو ده اسمه انحلال حراري? انحلال حراري ازاي? انا قلت مركب واحد مش مركبين. يعني مش انحلال حراري. بيديني ايه? بيديني سي يو زائد اتش تو او. الاتش جات مكان السي يو بقت مية والسي يو اللي هو النحاس ده وات لونه احمر. طيب دي المعادلة وهو كاتب هالي وبيقول لي عايزين من المعادلة ديت من العام المؤكسد? من العام المختزل? ومن اللي حصل له اكسدا? ومن اللي حصل له اختزال? طيب هعرفها ازاي? انا قلت يا جماعة انا نسيتي التعريفات. والمعادلة قصادي وديه انا اربعة درجات وازميني اجيبهم. اعمل ايه? وهو انا فاكر ان العام المؤكسد كان تعريفه. انا هقوله لك الاول وبعد كده هقولك على طريقة السعال. ايه هو العام المؤكسد? هي المادة المؤكسد هي المادة التي تدري تعطي الاكسوجين. المادة التي ايه? تمنح الاكسوجين. طيب العام المختزل هي المادة التي تنزع الاكسوجين. يعني هيكون في واحد معايا في مركبات الدخلة في التفاعل واحد معايا الاكسوجين عشان يدي للتاني. يبقى هدور عشان اعرف العام المواكسد ادور عن مراكب الاكسوجين. طيب هبوس في انا حاجة. انا عندي المعادلة. يتم يعني مواد د يبدأ اسمه العام المؤكسد. تاني مرة ايه هو العام المؤكسد? تعريف انا عارف المادة التي تمنح الاكسوجين. طب الععمل المختازين المادة اللي بتنزع الاكسوجين. طبعا بقية التعريف المادة اللي بتمنح الاكسوجين او تنزع الهيدروجين. والععمل المختازن هي المادة اللي بتنزع الاكسوجين او تمنح الهيدروجين. يعني عكس بعض. في علاقة عكسية organized like the oxygen and hydrogen في الاكساضاء الاختزابي. مش مشكلتنا دلوقتي? انا عايز افهم يا مستر بقى. السؤال بيجيلي ازاي? ما هو اللي هو التعريفات انا عارفه. لكن لما يجي يقول لي في المعادلة لما يجي يقول لي في المعادلة اطلع العامل المؤكسد المختزل. ادور على مين? ايوة اللي معه اكسجين. ابص فين? على المواد المتفاعلة والمواد الناتجة? لا ابص على المواد المتفاعلة. اللي هي دي. ايه ده? ده معه اكسجين. مش معاه. يبقى داوت معه اكسجين? اه يبقى داس معامل مؤكسد. عرفتم منين? عشان معه اكسجين. يبقى العامل المؤكسد هقول له مين سي يو او. طب ليه? نقول له انه اللي هو التعريف. المادة التي تمنح الاكسوجين. طب ويبقى له هيدروجين? ايوة اسمه عامل مختزر. يبقى ايوة ليه الهيدروجين عامل مختزر? لانه المادة التي تنزع الاكسوجين. يعني لما دي بيقول لي علل الاكسيد النحاس عامل مؤكسة اكتب له التعريف. هي المادة اللي بتمنح الاكسوجين. طب ليه الهيدروجين عامل مختزر? نقول اللي هي المادة اللي بتنزع الاكسوجين. طب كده خلصنا من واحد. الكنين. ايه هي الاكسادة? وهو الاختزال. الاكسادة بص معي. عملية كيميائية ينتج عنها زيادة نسبة الاكسوجين. زيادة نسبة الاكسوجين. يعني كان داخل من غير الاكسوجين خارج بيه. يعني الاكسوجين زاد معي. انا داخل دلوقتي ما بيش اجيب عشرة جنيه. خارجت ادوني العشرة جنيه. يبقى انا كده ايه اللي حصل الفلوس اللي معي? زادت يبقى الاكسادة زيادة نزلة الاكسوجين. ابص على الاتنين برضو. الهما الـSeo والH2. بعد التفاعل بقى خرج مين معي الاكسوجين بزيادة ومين ليه نقس منه. ما لو نقس يبقى حصل له اختزال واللي زاد smaller يبقى حصل له اقسادة. بس كده الاكسادة ولك اكسادة. يعني المادة اللي عندي اتحادت بالاكسوجين. يعني حصل لها اكسادة. اكسادت. الحديدة اكسادة يعني الصدة. فهنا الهيدروجين كان H2 بس. خرج من التفاعل اتشي تو ولا اتشي تو او بص معايا كده اتشي تو اهي خرجت اتشي تو او يبقى الاكسجين حصل له ايه زاد يبقى الهادرجين هو اللي حصل له ايه اكسادة يبقى الهادرجين حصل له اكسادة ليه لسبب زيادة نسبة الاكسجين طب اكسيد النحاس كان مع اكسجين خرج بيه لأ خرج من غيره يعني الاكسجين حصل له ايه نقص يبقى مين اللي حصل له اختزال السي يو او يبقى الاحز ايه ده ده الاكسيد العامل المؤكسد CEO هو الذي محصل له اغتزال و العامل المختاز ال هو الذي أحصل له أكثدا رافعا علي ك amar التلفيدي هو العامل المؤكسد مالة عامل المختازل الواقل الساكساد الواقل الساكساد ي هتعلقا الساكساد الساكساد اختزال السي يو او عشان خدنا الاكسوجين. من العامل المختازل ال اتشي تو. من اللي حصل له اكسادة ال اتشي تو عشان خرج اتشي تو او. طب نفس المعادلة السي يو او زائد السي. هيحصل لي ايه? يبقى سي او تو زائد السي يو. بكتب هنا اتنين عشان اوزي المعادلة. السي خرج السي او تو. يعني حصل لها ايه? الاكسوجين زاد. يبقى حصل له اكسادة. السي يو او كان مع اكسجين. خرج من غيره. يعني نقص الاكسوجين. يبقى حصل له انه اللي حصل له اختزال. يبقى من العامل مؤكسد واللي سي يو او. من اللي حصل له اختزال السي يو او. من اللي حصل له اكسادة السي. ومن العامل مختزل السي. طبعا ده كده تعريف الاكسادة والاختزال بالمفهوم التقليدي. طبعا المفهوم الحديث. الاكسادة يفقد الكترون والاختزال اللي بيكتسب الكترون. تاني الاكسادة عملية كيميائية ينتقى عنها فقد الكترون او اكسر. طيب الاختزال عمليه كيميه انت وعن اكتساب الالكترون على واكسر طيب العام المؤكسد يبقى المادة اللي بتكتسب الالكترون والعام المختازم المادة اللي بتفقد الالكترون طيب معادلة بسرعة دقيقة واحدة بالزبط 2NA زائد الـCl2 سه؟ بيدينا 2NA CL طيب اعرف ازاي؟ بيديني الـNA وقال للعايز الزر 11 يبقى 2 8 واحد اخر واحد يعني بيفقد ومدام بيفقد يبقى حصل له اكسادة يبقى السوديوم ده حصل له ايه؟ نقول له حصل له اكسادة طيب الـCl17 وزع السبعتاشر 287 اخره 7 يعني هيكتسب واحد ومدام هيكتسب يبقى حصل له ايه؟ يبقى حصل له اختزال يبقى الـCl حصل له اختزال طيب نرجع تاني من العام المؤكسد الـCl يبقى ده عشان حصل له حصل له اختزال ماشي والعامل المختاز اللي هو السوديوم طبعا للأسف وقت حلقتنا خلص وانا زعلان جدا لان في حاجة زجارة مفروض نقولها بس ما عليش وقتنا خلص ان شاء الله مع بداية الحلقة الجاية هنقولها مرة تانية على اكسادة واختزال وانشرحها بطريقة احسن بازن الله والى هنا تنتهى حلقتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته